الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا اليوم ان شاء الله قد ندير تصحيح التمرين اه خاص بالموجات الصوتية اذا نبدأ بقراءة التمرين لتحديد سرعة انتشار الموجة الصوتية في الماء نضع على استقامة واحدة في حوض من الماء باعثا اه مكبر الصوت ومستقبلا اه يعني ميكروفون للموجات الصوتية تفصل بينهما مسافة ال تساوي واحد فاصلة خمسون متر اذا لدينا هذا هو الباعد واتنا الميكروفون اه المسافة بينهم هي ال كتساوي فاصلة خمسة عندما ربطنا الباعد اه بالمدخل اجريك اه والمستقبل اه بالمدخل اجريك بي لراسم التدابده حصلنا على الشكل الممثل في الوثيقة واحد جانبه اذا ما اللي ربطنا هذا اه الباعد مع اه والميكروفون مع اجريك مع اجريك بي حصلنا على هذا الشكل نعطي الحساسية الوفقية صفر فاصلة اثنان ميلي سجوند بار ديفيزيون يعني كل مربعنا كل ديفيزيون كيمتل لنا صفر فاصلة اثنان ميلي سجوند اول سؤال اه هل الصوت موجة طولية ام موجة مستعرضة اذا هات السؤال هذا دائما كيت طرح لديك وعدنا موجة صوتية اذا نجيب عن السؤال اول هل الصوت موجة طولية ام موجة مستعرضة اذا دائما الصوت يكون الصوت عبارة عن موجة طولية اه كما شفنا في الملخزية للترس اشنا واحد جريمة بان الصوت دائما يكون اه موجة طولية سؤال الثاني تصل الموجة الصوتية الى الميكروفون اغ بتأخر زمني طوب بالنسبة للباعد اه اعطي المدلول الفيزيائي للمقدار طوب ثم احدد قيمته اذا سؤال الثاني المدلول الفيزيائي نبدأ بالمدلول الفيزيائي المدلول الفيزيائي للمقدار طوب هو اذا ملك اعطيكم المدلول الفيزيائي اذا هو التأخر الزمني هو التأخر الزمني الفاصل بين الفاصل بين التقاط الموجة الصوتية من طرف المستقبل اه والباعث والباعث اه اذا المدلول الفيزيائي للمقدار طوب هو التأخر الزمني الفاصل بين التقاط الموجة الصوتية من طرف المستقبل والباعث اه اذا هذا هو المدلول ديال طوب ثم استنتج قيمته قيمته نحديدها ميبيان دائما الملكات اعطينا الميبيان هذا الميبيان هذا كنستعمله باش نخرجه طوب اذا حسب الشكل واحد لدينا طوب شحال كيمتل لدينا طوب ديالي ديفيزيون اذا دائما اذا بغينا نحسبه طوب نحسبه من هنا يا من المقدمة ديال الموجة ادنا واحد جوش ثلاثة اربعة خمسة اذا حتى نصله مقدمة الموجة اذا دائما من مقدمة الموجة اذا حال عدنا من مربع عدنا خمسة اذا طوب قيمتل لدينا خمسة ديالي ديفيزيون وحسب المعطيات ديال التمرين عدنا كل ديفيزيون كيمتل لدينا صفر فاصل جوج ميلي سوقونت لكل واحد ديفيزيون اذا ما سيكون هذا الطوب اذا طوب يساوي خمسة مضربة في صفر فاصلة اثنان مقسومة على واحد اذا ديالي ساوي وهنا نحسبها خمسة مضربة في صفر فاصلة هي واحد صفر فاصلة اثنان هي واحد ميلي سوقونت اذا تساوي عشرة وسناقص ثلاثة سوقونت اذا نكتب طوب يساوي عشرة وسناقص ثلاثة سوقونت وكان اثنان هذه القيمة ديال طوب الان غا نمشو لسؤال سؤال ثلاثة وحسب قيمة في او سرعة انتشار الموجة الصوتية اذا تالتا قيمة في في او بعد الماء اذا شنية العلاقة اللي غا نستعمله اذا شفنا في الملخص ديال الدرس اللي درنا في الفيديو السابق ان دائما في العلاقة اللي كتربت بين طوب وفي اعطنا احنا العلاقة اللي عدنا في الموجة ديال اللي عدنا في كتساوي لامضة على ت واللي هي كتساوي لامضة على ان ولكن ما عدناش ت ما عدناش ان في هاد الحالة اذا هاد العلاقة ما غا نستعملوهاش وعدنا العلاقة اخرى اللي هي في كتساوي اس ام على لا طوب هذا حسبنا طوب اس اي ما را عدنا في الافتمرين اذا غادي نخرجو في اذا في لدينا في او يساوي المسافة اس ام يعني المسافة بين هاد الباعثة بين هاد الباعث هو الميكروفون يعني هي هادي ال مقسمة على المدة الزمن اللي هي طوب اذا كتطبيق عددي ال شحركة تساوي ال هاي اعطوها ان هنا هي واحد فاصلة خمسة متر وبنسبة هاي عشرة وس ناقص ثلاثة ثم كنحسبوه اذا واحد فاصلة خمسة مقسمة على عشرة وس ناقص ثلاثة اذا هو واحد فاصلة خمسة عشرة وس ثلاثة متر على الصوء اذا في الفيديو لو كيساوي واحد فاصلة خمسة ضربة فعشرة وس ثلاثة متر على الصوء اذا هذا واضح لننتقل الى السؤال اربعة نزيل حوض الماء فتنتشر الموجات الصوتية في الهواء في هذه الحالة تتعلق سرعة الانتشار بمعامل انضيغات اكس وبالكتل الحجمية غو بالنسبة للهواء لدينا غو يساوي عشرة وس ناقص ثلاثة وبالنسبة لمعامل انضيغات هو ثمانية فاصلة خمسة وستون في عشرة وس ناقص ثلاثة في هذه الشروط يعبر عن عن سرعة انتشار الموجة الصوتية بإحدى العلاقة التالية لدينا العلاقة واحد العلاقة الثانية وعلاقة الثالثة اذا السؤال الاول باعتماد على معادلة الابعاد اوجد العلاقة الصحيحة ثم وحسب قيمة اه اذا قد نستعمل معادلة الابعاد ما معنا معادلة الابعاد يعني غنستعملوا الوحدات ديال هاد اه ديال هاد الهاد المقادل اللي لدينا هنا هي عدنا غو وعدنا اه معامل інضيغات اكس اذا قد نستعملوا اه الوحدات ديالهم باش نقدرون لقاول العلاقة صحيحة من بين هادو كما كنتلاحظو هنا في هاد العلاقة ادنا هنا غوم ضربة في اكس. هنا هنا غوم ضربة في اكس. هنا غوم ضربة في اكس. اذا عدنا الضرب ديالهم. غالوا غنديروا سؤال الاف. سؤال اربعة الاف. اذا تعبير. تعبير سرعة الانتشار في في الهواء. اذا سوف نبدأ بمعادلة الابعد. لدينا غو ضربة في اكس. اذا معادلة الابعد دائما كنديرو هاد الحروف بين هاد المعقوفات تسوي. باش نقدرنا نعوضهم بالوحدات. اذا عدنا غوشنا الوحدة دياله هي الكيلو جرام. مضربة في المتر. مضربة. بالنسبة هاد المعامل الانضيقة. عدنا الوحدة دياله هي المتر. مضربة في الكيلو جرام. موانزان. مضربة في السوقوند وكارين. ده بغد نجيو الاختزال. اذا عدنا هنا الكيلو جرام. عدنا كيلو جرام موانزان غنختاز له. عدنا هنا متر. متر مواند اخوة. هنا متر. نوك غاد يمشي هاد المتر مع واحد هنا. غيبقوا نهير جوج. نوك هنا يكون عدنا سوقوند. نوك اشنو غيبقى. ام مواند دو. اس وكارين. واشنو هي هادي. هي سوقوند. وكارين على متر مواند. اذا احنا كنعرفو بان الوحدة ديال السرعة. نعلمو ان انا وحدة السرعة. شنية? وحدة السرعة هي المتر على السوقوند. احنا هنا عدنا المقلوب وعدنا اسية اثنان. باش نحيدو هاد اسية اثنان. شنو خصنا نديرو? اذا المتر على اس شنو غيساوي? هو الجدر ديال المتر كارين على السوقوند كارين. اذا باش ننقو هادي التعبير ديال ام اس سوقوند. شنو غنديرو لهذا التعبير هذا? هادي يكون عندنا غو. فو. سي. اذا ادنا له الجدر. شنو غايكون عندي الوحدة ديالو? هتكون الوحدة ديالو هي السوقوند كارين على متر كارين. على روغة شنو غيعطينا هادي اذا ادنا له الجدر غيعطينا السوقوند على المتر. ولكن احنا بغينا المتر على السوقوند. اذا المقلوب ديال هذا. اذا باش نديرو المقلوب. اذا V ديال لها. شنو غادي تساوي? هادي تكون هي مقلوب ديال. ديال هذا المقلوب هو واحد على الغصين ديال رده. بغادي نحيلو هادو. هيكون عندنا غو. احنا يا غو صافي. اذا هذه هي العلاقة ديال V. اذا العلاقة الصحيحة هي هي العلاقة واحدة. يعني هي العلاقة الصحيحة. ثم احسب القيمة دياله. قيمة V دولار. هنديرو التطبيق على هدي. عندنا واحد على. عاصل. عندنا هادو وكي يساوي. عشر اس ناقص لاتا. مدربة. وعدنا هدي كال 8.65 عشرة اس ناقص. 8.65 عشرة اس ناقص. اس ناقص لهذا. هادشي كامل جيدا. وغنستعملوا كالكول. اذا غادي نلقاوا واحد. اقصوم على. غادي نديال. اه عشرة ربليسونس موان تخوة. فوا. تمانية فاصلة. خمسة وستين. فوا. عشرة ربليسونس موان تخوة. وغنديرو التساوي. اذا غادي نلقاوا تقريبا تلتمية. اربعين فاصلة صفر واحد. اذا غادي ناخده غير تلتمية اربعين فاصلة صفر اللي هي تلتمية اربعين. تلتمية اربعين متر على الصوت. اذا هاده هي سرعة ديال الصوت في. في الفارغ. الان غادي نمشي والسؤال. بقارن. في ديال له على. مع في ديال لغ. واستنتج. لدينا. في ديال لغ. كي ساوي تلتمية اربعين متر على الصوت. وفي ديال له. كي ساوي. لقينا الف فو 500. اللي الذي ساقرنا. وهي يلقينا. واحد فاصيلة خمسة افعشرة وصنا اس لاتا. واحد فاصيلة خمسة عشرة وسلاتا متر على الصوت. شنو قطلها هنا يا. اذا. اخبر من فيديو الاخر. اذا ما سنستنتج؟ استنتاج. هنكتب هنا استنتاج. اذا استنتاج. استنتاج. نستنتج ان سرعة الصوت في الماء اكثر او لا اكبر من سرعته في في الهواء. اذا فيديو الو اكبر من فيديو الاخر. اذا الصوت كنتشف في الماء اكثر من ما يشرف في الهواء. اذا سنمشي دابا للسؤال الخمسة. ناخد الحوض المائي ونحدث فيه بواسطة هزيز ترد قابل للضبط امواجا دائريا متوالية جيبية. نضيء الحوض بومت فنحصل على توقف ظاهري للموجات عندما نضبط تردده على القيمة ان اس كتساوي عشرة هرتز. يمثل الشكل اثنان خطوط اه طول الموجات بحيط او بيساوي خمستاش سنتيمتر. نضيفه اه لحوض الموجات صفيحتين وفوقيتين تفصل بينهما مسافة تساوي اثنان سنتيمتر. سؤال الاول حدد تردد الموجة ان وطول الموجة لامضة واستنتج سرعة الانتشار. اذا هنا التردد كما كتلاحظون هي عندنا توقف ظاهري. بما ان التوقف اه بما ان اه حصلنا على توقف ظاهري للموجة. اذا ان اس سؤال الف خمسة خامسان. ان اس يساوي ان يساوي القيمة هي عشرة هرتز. لان التوقف اه توقف ظاهري للموجة. يعني انها توقف ظاهري للموجة. سؤال اه المولي طول الموجة. طول دوش النقطة للambدة. اذا باش ننقو طول دوش الموجة للمضة. اشنو سنستعملو؟ سنستعملو بطبيع الحال الشكل لان عدنا العلاقة ديال فيه ولكن ما عدناش الصورة اه هات الشكل هادا اللي احدنا. شفوه معايا عدنا عطونا A B المسافة A B. كتا تساوي خمسة صونتة متى وعدناش حال عدنا من المنطقة في A B. اعدنا واحد كمين 3 اعدنا 3 امب. اذا qunodí حسب الشكل. لدينا أبي يساوي ثلاثة لنظة يعني لنظة يساوي أبي على ثلاثة كي يساوي أبي كي يساوي خمستاش إذا نديره خمسة عشر نقسمه على ثلاثة اللي هي خمسة سنتيمتر نحوله هاليمتر لنظة تساوي هي خمسة في عشرة وسناقص اثنان متر ثم السرعة 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 انتشار الموجة نعلمه أن كيف يساوي هو لمضة مضربة في N إذا نديره تطبيق عادة خمسة مضربة في عشرة وسناقص جوج مضربة تساوي N إنها يقلنا هي عشرة إذا نحل غادة نلقاو إذا القليبة هي صفر فاصيلة خمسة متر على السوق تلاحظ بناها نلقاو صفر فاصيلة خمسة متر على السوق الآن ننتقل إلى السؤال قارن حركة اهتزاز النقطتين A و B إذا السؤال ب مقارنة حركة اهتزاز هو B دائما إلا بغينا نديره مقارنة تيال حركة اهتزاز ديال النقطتين كيف نديره دائما كناخد المسافة بين هاجوج ديال النقط ونقسمها على لامضة ونحسب هنا A B كيف نقلنا على A B قلنا بأن A B يساوي ثلاثة ديال اللامضة اللي هو 15 إذن نقوم نقوم ثلاثة ديال اللامضة نقسمها على لامضة سنختزله بهذه اللامضة وشنو نلقاو ثلاثة وثلاثة عدد ينتمي إلى المجموعة الزلي اللي ينتمي إلى المجموعة N بما أنه عدد صحيح طبيعي إذن إذن نقوم بتهتزان تهتزان على توافق في الطور يعني نلقنا عدد صحيح طبيعي لأن ننتقل إلى سؤال الموالي عندما نضبط تردد الهزاز على القيمة N' تساوي 15 هيرتز نجد لامضة تساوي 4 سنتيمترا وحسب سرعة الانتشار V' إذن أعطونا التردد وعطونا لامضة إذن 4 سنتيمترا ربعة سنضربها في عشرة وسناقص سناقص جوج باش نحولها المتر مضربة في N' N' هي 15 وغادي نحسب إذن سنضربه 4 مضربة 15 مضربة 10 وسناقص جوج وغادي نلقع هذه 0.6 0.6 متر على سوء V' إذن هذه القيمة V' ثم قارن مع V إذن بنا نقارن هذه V مع مقارنة V و V' لنقارن V و V' لدينا V نلقي V 0.5 متر على السوء و V' تسوي 0.6 متر على السوء ما تلاحظو هنا بأن V' أكبر من V ماذا تستنتج ما تستنتج هنا ما تغيرنا غيرنا التردد و ما تقلنا في الدرس لنا قلنا بأن إلا غيرنا التردد وتغيرت سرعة تنقول بأن الوسط مبتت نستنتج أن الماء وسط مبتت لأن قد نمش للسؤال الأخير ند بتتردد لهذا الزاز من جديد على القيمة 10 هرت ونقل الشكل 2 وأرسم شكل الموجات بعد اجتيازها للفتحة A إذن سؤال هذا رسم شكل الموجات بعد اجتيازها للفتحة A إذن هنا نضرع ل ظاهرة الحيود إذن أول حاجة سنقرن A مع لمضة لدينا لدينا A يساوي أ كيساوي جز سنتيمتر ونعلم أن لمضة شحر كيساوي لمضة فشعدنا تردو كيساوي 10 هرت لدينا هو 15 على 3 وهو 5 سنتيمتر إذن لمضة كيساوي 5 سنتيمتر ونعلم جز إذن A أصغر من لمضة إذن ماذا سيقع بعد اجتياز الموجة هذا الحاجز وشنو سيوقع ستكون لدينا ظاهرة الحيود إذن تحدث ظاهرة الحيود لأن تحقق الشرط إذن كيف ستكون هذه الموجة هنا كانت دائرية إذن ما سيتشتاز هذا الحاجز سيتولي مستقيم يعني تخشف حركة لأن كانت دائرية ونحفظ دائما هذه المسافة تساوي هي هذه تكون نفس المسافة الموجة هذه نسميها الموجات المحيضة والموجات التي تكون هنا نسميهم الموجات الواردة إذن هذا هو الرسم للشكل إذن هذا هو التمرين ديالنا ونطلق إن شاء الله في التمرين آخر